السلام عليكم اخواني هذا توضيح الريقيلاتير متع التايفون لانسيان فما لانسيان فما نوفو هذي النوفو نعمل عليها حصة ان شاء الله حتى نرى الفيشة متاح هذي الانسيان فما بعض الخياني تساءلوا عنتها ما يفهمهاش كيف نفهمه هذا هذي الأطراف الطرف هذي هو الماس والطرف هذي اللي خلاني هو الأزرق يطلع من الفولومانيتيك هذي يطلع الطيار متردد هذي الكورون يشعلنا لوانه وباش يخد منه سترتير اوتوماتيك هذيك يدخل الريقيلاتير من هنا والوقت تخلي الريقيلاتير باش الريقيلاتير يتعد على الديوت زينار باش يعمل ستوب باش يوقف الكورون باش يطلع برشة الطيار على برشة يقف في الدوز فولت على هذو ما اللي خرجوا الجريل واحد يمشي السترتير واحد يمشي للقفلة متاع الفلسط متاع الضوء يعني هذو ما الجريل اثنين واحد يمشي القفلة واحد يمشي السترتير يعني ما يخرج لما يتعدى عن ريقيلاتير من هنا باش يخرج يخرج معناتها مريقل منظر لدينا الاسود لدينا الاسود لدينا الاسود لدينا الاسود لدينا الاسود هما يجيوا منزل بوبينات سير كويتر مي يتسكروا وين ان هذا يجي من البطري الازرق يجي من البطري يتعدى فماش يكون قال كيفاش نلقى الكوروة انا في البوبينات نلقى معناتها ظو البطري يدور غديكة اي نعم ظو البطري يدخل البليس متاع البطري يدخل من الازرق هذاء يمشي الى البوبينات هذو ما الاثنين يدور ازرق ويخرج اصفر الاسود يمشي يعمل الريدرسمون القول هنا ديود لدينا الريدرسمون مع الكحل مع الماز لدينا البطري يتحول يمشي البطري ديريكت لدينا البطري لدينا الاسود والازرق يضع في بعضهم وانت الازرق لدينا البطري الاصفر يمشي للريقيلاتير يعني في السكوتير الاخرين لا تلقى الاصفر والبيض يمشي الاثنين للريقيلاتير كل واحدة كل السكوتير وكل كورون كيفاش طريقة متاعها لدينا البيض هذو ما يأتي البيض واحد يأتي من الكنتاكت أبري كونتاكت وعن هذاء البيض هذائي يمشي للمانو متاع الزيت المانو متاع الزيت المانو متاع الزيت فيه تشربيكة شويه فيه شويه صعوبة في الفهم طو بعد نحكي عليه المانو متاع الزيت متاع التيفون سوى النبوه ولا الانسيان فيهم تلخبيطه تلخبيطه يزم شويه وقت باش نفهم هلكم عنا نلقاه واحنا فما سكن يتسائل على كابة الديود هذيه شخصها تعمل في التيفون من القدام كابة الديود هذيه هاو كاسيني متاحه كابة الديود هذيه كينه نخدمه السكوتير ننزل على البوتان بوسوار مع انتها القفلة عن الزر اللي باش نخدمه به الديمارير بطبيعته هي الزر هذيه باش تعدي من البلويس للريلي باش تخدم تشغل نلقاه ديما الخيط هذيه اللي هو اكعل وفيه شلطه خضره واحد يمشي للريلي واحد يمشي للقفلة يمشي للتموال ايه في الكونتير تلقى تموال مع انتها مبوبة صغيرة حمرة تشال يتعدى عن طريق الطريق الديود هذيه عليش يتعدى عن طريق الديود هذيه يتعدى باش يشعل اللمبوبة وهي اللمبوبة هذيه ما تشعل الا ما ينقص الزيت في البيدود ولا معانتها يوفى الزيت هي تشعل تولي تشعل كي باش نلفقوهم في بعضهم معانتها قفلة على بطان تاع الديمارير والمانون بتاع يولي كي تتع يوفى الزيت تولي تشعل ان القفلة يولي يخد منها الديمارير هاوكا نعملو انسباريوهم بكعبة ديود باش في صورة ما ما معانتها تولي المانون بتاع الزيت ما يشعلناش الزيت كيف يتعدى خاطر ما عندوش يتعدى الكورونا وما يرجعش ولكن انتك يتنزل على القفلة تشعلن الوحدة بتاع الزيت كل فالف يعدى منشيرها وما يخرج كعبة الديود هيك تكون بالتل هذا التفسير بسيط ان شاء الله تفهموه وان شاء الله هذه الخيط الأخذر يخرج منكم هذا بطبيعته الخيط الأخذر يمشي باش يسكت يمشي الكونتاكت يعني الفيشة اللي فيها الاربخيوط مفهمين هنا كوران الالترنتيف متردد يمشينا للريقيلاتير باش يعملو ستوب ما يخليش يتلع يفوت دوز وولت هنا الأصفر والأزرق يخدمو بشي شارجي والباتري في بعضهم واحد يمشي الباتري وعن هذي بشي سكت معنى مفهوم باي ان شاء الله في الحصة الجاية نحكيبها على الريقيلاتير لكم والسلام عليكم